عزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الثانوي القسم الادبي ازيكم عالين ايه? اي رب تكونوا بخير طبعا انتوا حشتوني جدا ان شاء الله نشوفكم على خير. هنستكمل معانا منتاجنا في المنطق درس الحجة المنطقية. طبعا احنا حلصنا درس القياس. فاضل معانا آآ درس الحجة المنطقية. وده داخل في امتحان شهر مارس. آآ درس الحجة المنطقية. في البداية قبل آآ ما نعرف الحجة المنطقية عن ايه? هنعرف الاستدلال عشان نقدر نفرق بينه بين الحجة المنطقية. وعشان هنتكلم هنا عن الاستدلال الاستنباطي والاستدلال الاستقرائي. فنبقى عارفين معنى كلمة الاستدلال هي ايه? آآ الاستدلال هو العملية المنطقية التي يتم فيها الانتقال من مقدمات معينة الى النتيجة تترتب على تلك المقدمات. يعني انا بنتقل من شيء معلوم الى مجهول. عندي مقدمة بوصل منها النتيجة. مثال. آآ لو انا شفت جريمة وفيها مقتول هو ده المعلوم بالنسبة لي. اما القاتل هو ده المجهول. آآ مثال تاني لو شفت دخان في مكان ما بنستدل على وجود نار في هذا المكان. نشوف بعد كده آآ الحجة المنطقية. آآ الحجة المنطقية آآ معناها نفهم معناها الاول. هي مجموعة من القضايا تسمى مقدمات. وقضية واحدة تترتب عليها تسمى نتيجة. والمقدمات تجعلنا نقتنع بالتسليم بصدق النتيجة. يعني ايه كلام ده? آآ مبدئيا طالما احنا قلنا آآ حجة. معنا كده مبدئيا ان الكلام ده له بداية ولو نهاية. آآ زي ما يكون في شخص كده بيتكلم معاك الشخص ده بيجيب الكلام. آآ من يمين لشمال من تحت آآ لفوق. في الاخر انت هو بتكلم معاك بتقول له انت عاوز ايه? يعني هات من الاخر او الخلاصة. او اكفز للنتيجة. معنا كلمة آآ هات من الاخر او اكفز للنتيجة هي دي معنى الحجة المنطقية. آآ عندنا برضو مثال تاني آآ لو في عندي مقدمة او اتنين او تلاتة او عشرين مقدمة. بس في الاخر انا بوصل لنتيجة واحدة بتلزم عن هذه المقدمات. لزوم ضروري او احتمالي. ضروري او احتمالي دول دول هم انواع الحجج المنطقية اللي نتكلم عليها بعد كده. عندنا مثال تاني آآ المحامي. لما بيقول القاضي سيد القاضي حيث انا بما انا مما لا شك فيه انا. ازا المتهم بريء. يبقى هنا المحامي بيستخدم حاجة اسمها الحجة المنطقية. اللي بيخلي الحجة نتيجة تطلع من المقدمات بتزودنا بمعلومات وبتبرير مقنع للتسليم بالصحة النتيجة. مش هينفع اسدق النتيجة الا ازا كنا اصلا مقتنعين بالمقدمات. عندي القضية. بتكون صادقة او كاذبة. والحجة صحيحة او يعني ايه القضية بيكون صادقة او كاذبة. مثال لو قلت احمد رسب في الامتحان. الكلام ده ممكن يحتمل الصدق ممكن يحتمل الكاذب. لو قلت الحجة صحيحة او غير صحيحة. مثال كل العرب احرار. كل المصريين عرب. النتيجة كل الاسود نمور. هل الكلام ده صحيح? الكلام ده غير ملتق مرتب. ملوش علاقة ببعضه. يبقى ده حجة فاسدة او حجة غير صحيحة. نشوف عندنا مؤشرات المقدمة والنتيجة. عشان اقدر اميز بين الحجة الجيدة والحجة الرديقة. بالتمييز بين الحجة الجيدة والحجة الرديقة. اتعين تحديد مقدماتها ونتائجها. هنشوف عندنا اول حاجة مؤشرات المقدمة. هي مجموعة من الكلمات بتحدد المقدمات. او مجموعة الفاظ بمعنى آآ ما بعدها بيكون سبب من بينها لان ذلك ان كونه السبب فيه هو ان اما يلزم عن ما سبقه ان كل دي مؤشرات بتبيني اللي دي مقدمة. بنقدر نفهم الحجة اللي قدامنا من خلال ما يسمى المؤشرات. مؤشرات المقدمة هنقول مثال هندي مثال. المحامي مثلا تاني. لما بيقف قدام القاضي بيقول سيد القاضي استادى المتشارين بما ان المتهم الماثل امامكم يتمتع بحسن السير والسلوك. حيث انه لم يصبق له ان اتهم في اي جريمة من قبل. مما لا شك فيه ان الفرد الواحد لا يمكن ان يكون موجود في مكانين في نفس الوقت. وحيث ان المتهم اصدر جواد سفره وبينه لنا انه كان موجود في دولة اخرى وقت وقوع الجريمة. حيث ان هناك شهودا على وجود وجوده في هذه الدولة. وفي ضوء حقيقة ان الشهود تكر الحقيقة. ازا المتهم بريء. كل اللي انا قلته اللي فات ده مقدمة. بما ان حيث ان مما لا شك فيه. حيث ان حيث ان في ضوء حقيقة ان كل دي اسمها مؤشرات او الفاظ بتبينني اللي دي مقدمة. ازا المتهم بريء. كلمة ازا دي بتبينني دي نتيجة. دي مؤشرة النتيجة. اللي انا هتكلم عليها بعد كده. التاني حاجة اللي هي مؤشرات النتيجة. مؤشرات النتيجة هي مجموعة من الكلمات التي تحدد النتيجة. بمعنى ان ما يتبعها يكون نتيجة. من بين هذه الكلمات. ازا آآ من ثم هكذا. لذا معنى ذلك. نتيجة ذلك. هذا السبب يلزم ان يترتب على ما سبق. كل دي مفاتيح او الفاظ بتبيني ان دي نتيجة. عندنا موجود في هنا حجة. اقرأ الحجة الاتية ثم اجيب عن المطلوب. ازا تم الضغط على مفتاح مصباح التلاجة انطفق المصباح. بالتالي هنا تم قلق باب التلاجة. فانه يضغط على المفتاح. وازن هنا يقلق باب التلاجة ينطفق المصباح. حدد مقدمات. ونتيجة الحجة السابقة. مفاتيحها اللفظية. نقدر نطلع الكلام ده طبعا. ازا تم دي مؤشرات مقدمة. هنا تم دي مؤشرات مقدمة. فانه مؤشرات مقدمة. ازا دي مؤشرات نتيجة. يبقى هنا الفرق بين مؤشرات المقدمة ومؤشرات النتيجة. كمان المسال السابق اللي هو بتاع المحامي برضو بيبينني في مؤشرات مقدمة ومؤشرات النتيجة. ممكن اه مثال تاني. اه مسلا لو انا عايز اطلع رحلة. بابا مش بيوافق لان انا اطلع رحلات. اه فبخلي كده قاعد في جو هادي. اه اروح اعمل له كبات عصير حلوة. كبات شاي. وابدأ اه اقول له مقدمات. اه بابا لو سمحت. انا سمعت انا سمعت كلامك. ولما صلت مني لانا بعد عن صحابي اللي مش كويسين باعت. بلتزم بدروسي. وبذاكر. اه هو طبعا اكيد هيقول لك عايز ايه? هتم الاخر. الخلاصة. الحجة يعني. فنبدأ بعد كده. اقنعه بقى. هقول له في رحلة. بما ان خليك معايا. خليك واخد بالك معايا من مؤشرات المقدمة ومؤشرات النتيجة. في الكلام اللي انا اقوله. بما ان الرحلة دي سعرها كويس. وحيث ان معادها مناسب. مما لا شك فيه ان اللي طالعين الرحلة دي الناس مهزبين. وانا بقالي كتير ما خرقتش وحداتك مش فاضي. والمشرفين طالعين معانا هيقضوا بالهم مننا وهم كويسين. ازا عايزة اطلع الرحلة دي. يبقى كل اللي انا قلت له اللي فات ده. دي كان مؤشرات مقدمة. ازا هنا مؤشرات نتيجة. نشوف معانا انواع الحجة. اول حاجة نستدلها الاستنباطي او الحجة الاستنباطية. نعرف الاستنباط او الحجة الاستنباطية بنستدل صدق قاضية او نتيجة موجودة بالفعل في المقدمات. من المستحيل ان نسلم بصدق مقدمات ولا نسلم بصدق النتيجة. معنى الكلام ده ان الاستنباط له قاعدة شهيرة بتقول تشكل مقدماتها اساسا حاسمة بصدق النتيجة. يعني لازم المقدمة بتكون اساس عشان اقدر اسدق النتيجة. بيعتمد على مقدمات ثم نتيجة. وده له شرطين. اول حاجة اذا صدقت المقدمات صدقت النتيجة بالضرورة. يعني لو كانت المقدمات صادقة كانت النتيجة صادقة بالضرورة. تاني حاجة ان المستحيل ان نسلم بصدق المقدمات ولا نسلم بصدق النتيجة. هو نفس الشرط الاولاني. معنى كده لو عندي مقدمة صادقة يعني عندي نتيجة صادقة. الموجود في المقدمة هو اللي بينزل في النتيجة. وبتوصف الحجة بانها صحيحة او غير صحيحة. بتوصف الحجة الاستنباطية بأنها صحيحة أو باطلة مثال كل طلب الصف الثاني يدرسون مقرر اللغة الإنجليزية ماجدي طالب في الصف الثاني الثانوي إذن ماجدي بيدرس مقرر اللغة الإنجليزية مثال ثاني كل شعراء ودباء أحمد شوقي شاعر إذن أحمد شوقي أديب بيلاحظ أن الحجة صحيحة لأن النتيجة مستمدة من المقدمات من المستحيل اللي نحن نسلم بصدق المقدمة ولا نسلم بصدق النتيجة النتيجة ما جاتش من برا إحنا أصلا بنسلم أن المقدمات سليمة وبينتج عنها نتيجة واحدة النتيجة لا تأتي بجديد وهو ده عيب القياس أنه هو عقيم لا يأتي بجديد لأنه شكل من أشكال الرياضيات مثال لو قلنا واحد زائد واحد بيساوي اتنين هي معناها اتنين هي معناها واحد زائد واحد يعني تحصيل حاصل مثال تاني لو قلنا كل البنات طويلات كل الحاضرين بنات كل إذن النتيجة كل الحاضرات طويلات هو في الواقع الكلام ده صحيح أن كل الحاضرات طويلات لا طبعاً وملوش ضعو بالواقع أهم حاجة نرتب المقدمات والنتائج لأن الحجة الاستنباطية تهتمل بالشكل وليس المضمون أهم حاجة عندها الشكل يكون ترتب مش المضمون ممكن تكون الحجة سليمة في الشكل والمضمون أو صحيحة زي كل الحيوانات سدييات كل الدببة حيوانات إذن كل الدببة سدييات الحجة دي صحيحة في الشكل والمضمون الملحوظة احنا ممكن نلاقي أن نتيجة الحجة بتيجي في البداية مش في النهاية وده اللي بيحصل في الحجج اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية حيث أنا ترتيب المقدمات والنتيجة ليس مهم من وجهة نظر المنطق يعني تقريب المقدمة سواء جات في البداية أو النتيجة في البداية ده مش مهم من وجهة نظر المنطق نشوف المقارنة بين الاستدلال الاستنباطي والمقارنة بين الاستدلال استقرائي الاستنباطي اول حاجة نتيجته تكرر ما تكرر المقدمات يعني اللي موجود عندي في المقدمات هو اللي بينزل في النتيجة نتيجته لا تتجاوز المقدمات النتيجة ما بتكونش اكبر من المقدمات يقينة الصدق بتكون مؤكدة الصدق زي صدقة المقدمات لا تتأثر اجابا او سلبا باضافة مقدمات جديدة لو انا ضفت مقدمة جديدة متأثرش لا اجاب ولا سلب في حاجات اكتر من كده كمان كنا اخذناها في سنين قبل كده زي الاستنباطي بينتقل من العام الى الخاص النتيجة بتكون اصغر من او تساوي المقدمات هو علم يقيني بيعتمد على الرياضة زي ما قلت واحد زائد واحد بيساوي اتنين نشوف الاستنباطي عكس الاستنباطي واحد نتيجته تكرر اكثر ما تكرره المقدمات يعني النتيجة بيجي فيها اكتر من اللي انا كتبته في المقدمات اتنين نتيجته تتجاوز المقدمات تلاتة محتملت الصدق او الكذب لا تصل الى اليقين يعني هي مش صادقة ممكن تكون صادقة وممكن تكون كاذبة لكن مش يقينية اربعة تتأثر اجابا او سلبا باضافة مقدمات جديدة لو انا ضفت لها مقدمات جديدة فبتتأثر النتيجة ايضا الاستدلال الاستقرائي بينتقل من الخاص الى العام النتيجة بتكون اكبر من المقدمات مرتبط بالواقع بيعتمد على التجربة والمشاهدة والملاحظة والواقع ده طبعا بيكون متغير قوانينه قوانين احتمالية ترجحية متغيرة دي المقارنة بالاستدلال الاستنباطي والاستقرائي وناخد بالنا من حاجات معينة زي محتملة الصدق او الكذب يقينية تتأثر اجابا او سلب عشان دي منكم يجي سؤال فيها اختياري طبعا هنا المقصود بالحجة الاستقرائية الحجة الاستقرائية الحجة الاستقرائية النتيجة بتقرر اكثر ما يوجد في المقدمات ده اللي احنا قلناه في المقارنة مثال الحديد يتمدد بالحرارة النحاس يتمدد بالحرارة الزهب يتمدد بالحرارة اذا كل المعادة يتمدد بالحرارة فعلا النتيجة جابتلي اكتر من اللي موجود عندي في المقدمات الاستدلال الاستقرائي المقدمات ما بتشكلش اساسا حاسمة للنتيجة يعني المقدمة مش اساس حاسم للنتيجة ترتبط بالواقع كل الحاجات دي احنا قلناها في المقارنة ايضا الحجة الاستقرائية لا تتأثر بتتأثر بالاجاب في حالة اضافة جديد مثال لو قلنا ازاي بتتأثر لو ضفنا جديد بيقدم مركز اللغات مكررا واحدا في اللغة الصينية باسم يدرس مقارن اللغة الصينية الذي يطرحه المركز اذا باسم يجيد اللغة الصينية نلاحظ ان الحجة ضعيفة جدا والنتيجة منخفضة الصدق لكن لو ضفنا للمقدمات حاجات جديدة هتتأثر هنقول مثلا باسم يسافر قرصين كل عام باسم يشارك رجال اعمال الصينيين في بعض المشروعات باسم متزوج من امرأة صينية من الواضح ان المقدمات اللي احنا ضفناها اثرت الايجاب في احتمال الصدق طيب لو قلنا سؤال احنا ليه بندرس لسدلال استنباطي والاستدلال استقرائي استفدنا منه ايه هو احنا ايه اللي يفيدنا من الكلام ده او من المؤشرات هقولكم ان في بعض الناس ما بتعرفش تحط كلمات المقدمة او النهاية الناس المثقفة بس هي اللي بتقدر تفهم ازاي تعمل حجة احيانا واحد يتكلم معاك ويقولك ان عايز يقولك انت عايز ايه يعني مش قادر يوصل لك باستخدام لعات معينة عايز يوصل لك نتيجة مش عارف الناس المثقفة عندها منطق عالي اللي احنا بنستخدمه السنادي لو استخدمت المؤشرات صح هتعرف تكون انسان مقنع جدا بالنسبة للي حواليك ايضا نتعلم الكلام يكون مرتب عقليا نتعلم الالفاظ نتعلم ترتيب الافكار كل ده لما اجي اتكلم مع حد بالحجة هنقوله وما انا حيسو انا اذا فقدر اقنعه لما حب اتكلم مع حد المفوض اللي انا ما قطعوش المفوض اللي انا ما اعمل حوار مع حد ادي له فرصة يتكلم اسمعه وهو يسمعني لان انا لو قطعته هو كده مش هيقدر يكمل الحجة بتاعته ولا هيقدر يقنعني ولا هنقنع بعض نتعود في حياتنا نسمع الناس هما يسمعوك نعطي فرصة لنفسك والغيرك والانسان المرن هو لدايما بيغير في رأيه ده بنستفاده من دراسة التلال الاستنباطي والاستقرائي في حياتنا بنشوف بعد كده التعميمات الاستقرائية المقصود بالتعميمات الاستقرائية هي حجة استقرائية بتأخذ نتيجتها صورة التعميم حجة شكلها في النهاية بتكون معممة ليه بقى؟ نتيجة تطبيق النتيجة على كل الحالات المشابهة لها بطبق النتيجة على كل الحالات المتشابهة مثال عند استخدام حزام الامان بينخفض عدد ضحايا حوادث السيارات طب انا عرفت منين كده اكيد فيه خبرة او فيه حاجة حصلت قبل كده استخدمة حزام الامان زي ما قلنا حالة استخدمة حزام الامان فما حصلش معاها او انخفض عدد ضحايا حوادث السيارات وعشان كده بطبق الحاجات دي عمتان التعميمات الاستقرائية من خلال خبرتنا بمعرفة عدد الحالات بنبرر للحجة التي نتحدث تتحدث عن كل الحالات يعني انا بعرف من خلال خبرتي بمعرفة عدد الحالات اللي انا شفتها بقدر ابرر او اتحدث عن كل الحالات او احكم على كل الحالات الاخرى يعني من خلال معرفة عدد الحالة او البعض اللي احتكت بيها بحكم على كل الحالات اللي انا ما احتكتش بيها مثال فقدان الدفعية احد اهم العقبات التي تواجه تعليم الزكور وانا عرفت منين الكلام ده اكيد انا شفت مجموعة معينة او فئة بعض الحالات من الزكور ما عندهمش دفعية للتعليم فعشان كده عممت الموضوع كله على الباقي مثال تاني زي ما انا قلت عند استخدام حزام الامان بينخفض عدد ضحايا حوادث السيارات مثال عند استماع الطالب لتعليمات المدرس بيأكل احتمالية رسوبه في الامتحان انا وجدت ان الطالب لما بيركز بيسمع المدرس كويس بيجيب درجات كويسة ما بسقطش في الامتحان فانا عممت المبدأ ده على كل بعد كده نشوف انواع التعميمات الاستقرائية اول حاجة تعميمات كلية تاني حاجة تعميمات احصائية اول حاجة التعميمات الكلية بتقرر صدق امر معين بالنسبة لكل اعضاء فئة معينة انا بقرر صدق حاجة امر معين على كل اعضاء الفئة من خلال ملاحظة صدق امر على بعض اعضاء تلك الفئة بلاحظ حاجة على بعض اعضاء الفئة والمجموع اللي قدامي فبقرر على كل المجموعة الاخرى زي ايه؟ مثال كل البشر فانون انا لاحظت ان بعض الناس بتموت فقررت الحاجة دي على كل الناس كلها وقلت كل البشر فانون كل المدخنين يصابون بسرطان الرئة كل زيادة في عدد الصغور في ورقة النبات بتؤدي الى زيادة معدل النباح ملحوظة في التعميمات الكلية كل جميع كافة ما بنعبرش انا بصورة صريحة لكن بنفهمها من خلال الصياغ في المعنى زي الرجال قوامون على النساء انا قصد انا كل الرجال او جميع الرجال او كافة الرجال تاني حاجة المدن الساحلية بيقبل اهلها على تناول المأكلات البحرية طبعا انا برضو هنا ارضي مثلا كل المدن الساحلية بشوف بعد كده التعميمات الاحصائية بتكرر الصدق بنسبة مقاوية محددة بتشير لبعض اعضاء الفئة يعني انا بكرر ان نسبة معينة هي لصادقة وبعض اعضاء الفئة مثال او الجماعة مثال 30% من النساء يمارسون الرياضة 40% من الدول تتم بالنظافة 35% من طلبة السنوية العامة بدخلون كليات علمية بقى انا قررت حاجة بنسبة مقاوية مثال لو عملنا دراسة على زهرة البطالة هنقدر نطلع نسب مقاوية مثلا 30% من الاطفال 60% من الشباب 10% من النساء بقى انا عرفت الفرق بين التعميمات الكلية والاحصائية الكلية بلاحظ شيء ده بصدقه على جزء من الاعضاء فبعممه يعني انا بلاحظه على جزء من الاعضاء الجماعة فبعممه او الفئة اما الاحصائية هي عملية احصائية مش هروح لكل واحد بسأله سؤال اختار بعض وفي الاخر هعمم احصائيات وظيفة التعميمات الاستقرائية التعميمات الاستقرائية لها وظيفتين اول حاجة بتجنبنا الوقوع في اخطاء الماضي ما بتخلينيش اقع في الاخطاء اللي عملتها في الماضي قبل كده تاني حاجة بتخليني اتحكم بصورة افضل في سلوكي وافعالي من خلال مراعاتها زي ايه؟ لو انا مثلا جالي قلم شديد في بطني نتيجة اللي انا تناولت طعام معين انا بعد كده هتحاشى او هتجنب النوع ده من الطعام يبقى انا كده بعدل سلوكي وافعالي بكده بيكون خلصنا درس الحجة المنطقية وعرفنا كل تفاصيله مؤشرات المقدمة والنتيجة وعرفنا انواع الاستدلاء الاستنباطي والاستقرائي وعملنا مقارنة بينهم وعرفنا معنى التعميمات الاستقرائية ووظفتها ايه؟ يا رب يكون الشرح عجبكم وتقدروا تسهموا منه تسهموا منه تسهموا منه تسهموا منه